أعلن البنك المركزي الصيني أن بكين ستفتتح سوق سنداتها الكبير أمام المستثمرين الأجانب مباشرة اعتبارا من يوم غد الإثمين وسوق السندات الصيني هو ثالث أكبر الأسواق في العالم بقيمة تراكمية تبلغ نحو 10 تريليون دولار وافتتاعه يعد المرحلة الأخيرة من سلسلة وعود تحرير السوق لتسهيل وصول شركات أجنبية وشركاء تجاريين إليها وقال مصرف الشعب الصيني وسلطة هونغ كونغ النقدية في بيان مشترك اليوم أنه سيسمح باستثمارات في اتجاه واحد شمالا من هونغ كونغ إلى سوق السندات الصيني وسيكون السوق متاحا فقط أمام مستثمرين مؤهلين من ضمنهم المصارف المركزية والصناديق السيادية وأيضا المصارف التجارية وشركات التأمين وشركات السمسرة والصناديق الاستثمارية ترجمة نانسي قنقر